اليوم أنا وقفت بإزلال وإكرام واحترام وتقدير عال لسماحة السيد مقتدى الصدر عندما أغرد وأوقف الفتلة التي أراد بعضا حتى من التيار أن يكون طرفا بها وأطراف أخرى وانتقد التيار وانتقد الجميع أن هذا لن يكون ولن يكون مني من يرفع السلاح أو أن يقابل القتل بالقتل والله خطوة مباركة أنا هنا أمتدح سيد مقتدى على هذا الموقف وفي مناسبات أخرى أنا كنت قد انتقدته على مواقف أخرى الرجل يتقبل وكان الأحرى بكل الزعامات السياسية أن تصدر مثل هذه البيانات لتوقف نزيف الدم العراقي كافي ولدنا يموتون بفعل الاستهتار السياسي كافي ولدنا يموتون بفعل الزعامات التي لا تذر ولا تنفع لا تسمن ولا تغني من جوع قولوا كلمة حق بوجهه أقرب الناس إليكم عندما يريد أن يفسد باسم العراق عندما يريد أن يتحول المنصب إلى بقرة الحلوب تأكلون منها على حساب الفقراء اسمعوا معارضيكم هذا الذي يجب أن تمارسونه كزعامات كدور نحن نحتاج إلى وطن نحتاج إلى قوى سياسية نحتاج إلى حكومات محلية نحتاج أن يتقدمنا الشرفاء ليس كلنا يجب أن نكون حكام ومحافظين ورئاسات وزراء ما يسير ما يسير نحذر دائما نقول نحن نشتغل من أجل الوطن نحن نحاول أن نحميكم من شرور أنفسكم من أخطائكم من أهوائكم من جشعكم نحاول أن نطهركم من الفاسدين الذين يلودون بكم وتلودون بهم هناك خطر في كاركوك كاركوك على صفيح ساخن أدياله مشروع موت صار له سنين إلى الآن ما نحل ولعمري أنكم تعرفون من هم القتل وكيف يتسارع تجار المخدرات مع هذه الدولة وتلك وكيف تتقاسمون الغناء هناك أنا أسرخ بكل صوت وأقول الحقيقة ولا أخشى أحدا منكم عندما يقتربوا الأمر من دماء العراقيين ولكن بعضكم يحاول أن يغلف هذا الخطاب وتلك المفردات بغلاف وطني ولكن المضموم صاب وقالها عريان هل يفرح مع الروحانة من دردسول فكشف المغلوق يغدل حك صبر وحشاية الزعل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر